لا لا إحنا إحنا الظاهر جينا في يوم غلط ده فيه مظاهرات مدرسين اللي هم بيطالبوا بالكدر وهيعملوا قلق وهي كدر إيه يا مجدي؟ دول الناس جايين عشان يقدموا لولادهم في كي جي وان جايين ياخدوا الدوسيهات كل دول؟ آه واضرابي بقى الدوسيه في ألف ونص ده تمن شقة في حدايا الأهرام بالعداد الله العظيم سبوب عينب ده إحنا بنتلايف راسنا مجدي أقول لك بطل برطمة المدرسة دي أحسن مدرسة موجودة دلوقتي بجد بودي ابن باكينام مودي ابن نيفان لودي ابن باتيناج كلهم في المدرسة دي وبيشكروا فيها قوي طب إحنا ما ندخلوش لمدرسة ملحاجات العدالة خالد بن الوليد عادي مجدي واصل أنا هسكت خالص أنا دخل في ربع مليون جنيه دوسيهات لحد النهاردة مهدين اللي أخصمهم من مصروفه ومصروف عياله سبعين سنة قدام مستر سولي يلا يلا حبيبي عايزة اتركز في الانترفيو ها ربنا ناولها لك يا بي الصباح الخير مين فيكو سولي هو دا فاني حضرتك أنا عارف إن الولد هو سولي أنا عايزة أسمعها من بقه بعدين إيه دا إيه دا إحنا مش قول نتيجه لابسين بيدا الغمقه ليه لابسين فاتح كده فاني ما احنا جايد نقرأ فاتحة دا جايد نقدم للولد فرح أضانا فعادي يعني ما تدايقهاش مجدي انت مامته وهو بابا عياله مش كده اي شو پرانسا حقيب أستأذنكو في السيفي أو اه اتفضل سليم مجدي سلامه قولي يا سولي يا حبيبي انت عندك خبرات فيه؟ لا يا فنم هو خبراته كلها في الخليج يعني هو ما اشتغلش في مصر كتير قوي ما اقولها يعني قصو الطفل عنده واربع سريبان طفل الطفل جاي يقدم في حضانة يعني يحل مسألة توصيل يحل عندنا شوية عن البيت ناعد ما جدي سيبي الاستاذ يشوف شغله اه اتفضل يا فنم اتفضل قولي يا سولي يا حبيبي تتكلم لغات؟ انجليزي فرنساوي او حتى علماني؟ لا بص حرتك كده انت اجيت له في منطقته بقى يعني هو في البرتغالي مجرم وعنده شوية فارسي كده على لاتيني خفيف مع بعض اصلا يا فنم اصلا الطفل في السن ده انا ممكن تسأله مين صديق سبونش بوب الصدوق ايه بات استنفول المحبب لقلبك مياه احداد كده في المنطقة دي ولا ايه ما هو لو كان بتكلم لغات ونبغة كده كنا بعتنا ناسا ووفرنا القرشين طب حضر دك لو ادخلت تاني في الحوار ما بيني وما بين سولي انا مضطر الغي الانترفيو وورفض الولد نقلص مجدي لو سمحت عايزين نخلص ده رابع انترفيو نروح ونطرفت عشان سعبيبك دي حاضر هشكت ده انا اشي قوله شايف نفسك فين كمان خمس سنين طب قولي يا سولي يا حبيب تشايف نفسك فين كمان خمس سنين في تالتة ابتدائي يا فنم هيبقى كمان خمس سنين في تالتة ابتدائي ما هو بالعقل مجدي مجدي الولد لو ما تقبلش هتبقى انت السبب في ضياء مستقبله قولي يا سليم يا حبيبي ايه هي نقطة ضعفك الكاتاكيتو يا بيه الكاتاكيتو عارف حضرتك ده ممكن يأكل علبتين وهو قاعد كلب كاتاكيتو ماليش كنت عايزة اسأل حضرتك يعني عن النظام والمصاريف وكده بس بيا مجدي بس ارجوك بالنسبة للنظام احنا مش بس حضانة احنا حضانة وابتدائي واعدادي وسنوي والمصاريف عندنا بتبقى خمسة واربعين الف خمسة واربعين الف حضانة وابتدائي وسنوي ده 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 حلوة جدا ومالنسبة شركة من التعليم ليه خلاص انا اشتريت يا فندم خمسة واربعين الف في السنة ده غير شامل الباص واليونيفورم والكتب والزينة والجليترز وبتزيد طبعا حسب المرحلة العمرية او حسب الظروف ايه؟ خمسة واربعين الف في السنة ليه؟ ما جيب بيرنا يقلبها تاكسي وانشغل الوقت عليها وخلاص ويلم مصاريفه وخلاصنا اصلي دي احسن مدرسة موجودة دلوقتي بجد دي فيها مودي وبودي ولودي مادم فيها بودي بقى خلاص طبعا طب اقول لي حارتك ايه؟ ما ينفعش حارتك تعمل لنا تعمل لنا حاجة كده بخمسة وعشرين الف بمعلى؟ يعني بص قولك يا فندم انا امكانياتي كلها دلوقتي خمسة وعشرين الف ممكن نزبط حاجة مع بعض يعني مثلا الولاد يجي تلاتة يام في الاسبوع بارتايم كده عندكم ممكن يشتغل بباية الفلوس يلم الورق من الحوش يلن الجرز ينظف الحمامات ويسترزق برضه ايه ينفع عما الحاجة كده يا فندم طب niin여قي لا والله هكذا تخصر معايا ده يجيش حق الساينس حتى لا، ما اللي هي مش الساينس دي العلوم او الساينس اغلق آه هي العلوم عادي م stereoty sober هيا العلوم عادي الجهاز العصبي الجهاز التنفسي الجهاز التناسولي كان جميل الجهاز التناسولي يا فندم حلو طبκ لا قبل اضجل شيء ال�ள الجهاز التناسولي من المنهج العلوم وتمشى كده ونخصم الباقي وشيل الماذ وانا امشى انا اج generation oakoe بكاسيو كده نص عمري ماشي نفسه بيها والدين كده كده انا باخده معايا صلاة الجمعة ها يا فندم ربحانا معاك لا والله ما تمشيش بس انا هعمل معاك واجب هناخد منك الخمسة وعشرين دلوقتي والعشرين كمان شهر مش سيجدا يا فندم كتر خيرك انتو فعلا احسن مدرسة موجودة دلوقتي بجد اتفضل قوم وريني هتلم بقية المصاريف ازاي انا عارف هلم ازاي بقية المصاريف يالله يا سلط تكيز معايا يا حبيبي واسمعني كويس لما يقول لك خبراتك ايه هتقول لنا خبراتي كلها برا مصر وبالمناسبة سيادتك لو محتاج اي تأشيرات فياس شنجن انا تحت امرك حسابنا كده متين جنيه انترفيو زي العسل ان شاء الله